نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمية للتحكيم التجاري الدولي ندوة نقاشية بشأن تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين انطلاقا من الدور الإيجابي الذي يلعبه تعزيز آليات الوساطة في جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هذا وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة إن عملية الوساطة في تسوية منازعات المستثمرين تعد ركيزة أساسية لتحثين بيئة المناخ والأعمال للاستثمار فتعزيز وإبراز دور الوساطة في تسوية المنازعات في الفترة الحالية يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمار